أسأل حضرتك يعني فترة التوقف كتير بصراحة بيستغلها بيبقى فيه ساعات فيه تغيير في بعض المدربين بيبقى فيه بعض النتائج غير موفقة بعض المدربين بيستغلوا فترة التوقف أنه يحسن من النتائج ويبتدي الفريق يقف على رجليه وبعض الأندية بتكون ماشية بشكل كويس أوي ويقول لك إذا فترة التوقف هتأثر علينا إنه دي الأهلي شايفوا إزاي فترة التوقف لكن محتاجة كان المواضح اللي هي ما عندها إجهاد دخل في كذا بطولة دخل بطولات وراء بعض أكيد فرقة محتاجة راحة عشان كده هم أعتذروا عن بطولة الربطة هو عايزة دي لعيبة أخد فترة راحة أكبر وفي نفس الوقت الأهلي عنده سبع لعبين في المنتخب يعني عدد كبير بكلمة سبع لعبين أساسيين فبرضه عدد كبير يعني أشوف أن الأهلي من أكتر الفرقة مستفادة بفترة التوقف ومش أهلي بس الزمانك برضو كان محتاج فترة التوقف بيريمس برضو في مستوى نازل كانوا يعني معظم الفرقة اللي كانت بعيدة عن مستوها ونتائجها غير جيدة أعتقد أن الفترة التوقف دي هتفتها بصورة كبيرة